استقبل الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزير الداخلية محمود توفيق على رأس وفد من قيادات الداخلية ذلك لتقديم التهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر وبحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة استقبل الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكر الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن تاريخ السادس من أكتوبر استقر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزا متجددا لبطولات القوات المسلحة الباسلة التي خادت أشرس المعارك محققة العبور العظيم والانتصار الممزوج بالعزة والشموخ ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء من أجل أن تبقى راية الوطن عالية قفاقة كما وجهت تهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباط وضباط صف وجنود بمناسبة تلك الذكرة الوطنية المجيدة من جانبه أكد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة والشرطة هما صمام الأمن والأمان لدعم ركائز الأمن القومي المصري مقدمين كافة الجهود والتضحيات للوفاء بالمهام الوطنية المقدسة التي يحملون أمانتها للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بما يسهم في استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية بكافة ربوعها في شتى المجالات وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة كما قدم الفريق أول عبد المجيد سقر درع القوات المسلحة لوزير الداخلية